كبير جداً في مطشين ولا الفترة اللي تولى فيها المسئولية تسمح لأي حد انه هو يحسبه بعد المباراتين دول لكن بالتأكيد من خلال المطشين دول تقدر تقول انه في حاجات تحسب لكابتن حسام ظهر فيها المنتخب المصري بشكل جيد وفي حاجات محتاجة من كابتن حسام شغل وخصوصاً انه عنده فترة توقف طويلة لغاية ما نرجع مرة تانية نستكمل مشوارة التصفيات بداية طبعاً بنبارك للمنتخب ناتجتين كويس بس انا شاف ان المبارات الاولية على ملعابنا نحن نكسب وناخد ثلاثة بونت حاجة كوزة جداً مبارا خارج ملعابنا مبارح برضو تعادل بعد ما كنا خسرين الشيط الاولاني دي برضو اعتبر نتيجة ايجابية اربع نقط من مطشين بتفضل اول المجموعة عشر نقط تحتك هو ده خدمك يعني اللي خدمك مش التعادل بقدمة نتاج المطشط التاني بز بداية المجموعة المجموعة مصر عيدة اوى عن كل الناس اللي معها يعني المنتخبات كلها اللي في مجموعة ممنتخب مصر لا مصر عيدة اوي ما هو ده بيخلي الناس لما رتشوفت بالضبط التجربة كابتان حسين محتاج وقت شوية اي اولا حاجة تحسب له ان هو غير من طريقة اللعب دي حاجة بالنسبة له محتاجة برضو وقت شوية لان عشان كده هو طلب معسكر قبل المطشين اللي فاتوا لان هو بيجرب طريقة لعب جديدة 3-4-3 او 3-5-2 او اي مشتقاتها بلعب 3 مدافعين ودي طريقة محتاجة وقت شوية وده اللي لقى بيه من المباراة الاولية وظهر مستوى جيد جدا في الشوط الاولاني في الشوط التاني قلي شوية لان فيها بعض الاخطاء حصلت في الشوط التاني مبارح الشوط الاولاني بدأ 4-3-3 ورجع تاني في الشوط التاني رجع لطريقة المعتادة 3-4-3 بيفكر وبشتغل ودي حاجة ايجابية ان يكون معاك مدير فني بيفكر وعنده كذا طريقة وبيحول في كل مباراة يكون عنده البدائل اللي هي تغير من الطريقة من من شوط لشوط فدي حاجة ايجابية كبيرة جدا كل الحاجات السلبية اللي كانت قابل المعسكرين والمشكلة اللي كانت تقال بينا ومحمد صلاح ومحمد صلاح طبعا نجم كبير لمنتخب مصر مش محتاجين اي مشكلة دلوقتي الفترة دي المشكلة تحلت ومحمد صلاح بقى موجود ولعب المباراتين وقدم بارح مبارات جهيدة جدا واحرار زادة في التعادل حاجات كتير ايجابيات بتحصل شوية بشوية لان لسه فيه برضو المعسكرات واللعابة كلاش ومتقرب مشاكل كلها بتحلل كل واحد بيعرف نفسية التاني كل واحد بيعرف كل واحد بيفكر ازاي فدي حاجات ايجابيات كتير جدا نتمنى ان شاء الله الفترة الجاية فيه وجوه جيدة ممكن تخش المنتخب نتمنى لكابتن حسام في الدوري العام تظهر وجوه جديدة زي ما ادى قوفة مثلا من مبارح نتمنى ان فيه وجوه تانية تخش بتكلم على بقالنا مثلا بتاع تلات اربع سنين تسعين في المية من هيكل المنتخب هو ما بيتغيرش فلما تدخل واحد او اتنين جودة دي حاجة جاهدة جدا بتحصل من المنتخب الناسة كابتن عبد الله ما عندها الشك انه او اتفقت يعني من الاراء اللي بسمحها كتير جدا ان المنتخب على المستوى الفردي فيه لعيب هتيلة اوي يعني بص في كل مركز هتلاقي فيه لعيب وفي بعض المراكز اتنين كمان انت شخصا تحتار مين يبدأ بيه مين تبدأ بيه والاتنين ككواليتي فردي على اعلى مستوى لكن لغاية النهاردة مش قادرين